سيدة حدة هل ستولى عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة المرحلة الانتقالية أم سوف يكون المشهد تحت يد المؤسسة العسكرية في ظل رفض الشعب الجزائري لعبدالقادر بن صالح دستوريا هو عبدالقادر بن صالح الذي سيتولى المرحلة الانتقالية لكن شعبيا هو مرفوض وربما سيكون الجيش مجبرا على إيجاد شخصية أخرى لأن عبدالقادر بن صالح لا تتوفر فيه الشروط وجنسيته الأصلية هي جنسية مغربية ولذلك هو مرفوض شعبيا زد على ذلك هو من رجال الرئيس والشعب الجزائري يطالب بتغيير جذري وبذهاب كل رجال الرئيس وليس فقط الرئيس وحده ومحيطه لأن عبدالقادر بن صالح هو من رجال الرئيس مدلماء طيب من الذي تتوقعينه أن يكون خلفا للرئيس بوتفليقة في هذه المرحلة هناك الحديث أيضا عن تسيير اليمين زرويل الرئيس السابق للمرحلة الانتقالية كما أيضا أثير اسم الوزير الأسبق عبدالعزيز رحابي وشخصيات أخرى لكن ما زال الصورة لم تتضح لأن الشعب يريد تغيير جذري